اردوغان يتعهد بحماية سفن بلاده في شرق المتوسط تعهد الرئيس التركي راجب طيب اردوغان بحماية سفن بلاده الناشطة في اعمال تنقيب بشرق البحر المتوسط بكل ما تمتلك من قوة وقال اردوغان ليعلم من يحاول القيام باي حركة في شرق المتوسط تجاهد سفننا اننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية ونعمل على حماية ده الكلام ده ليه قاله اردوغان ردا على بفكركم بس بالمؤتمر الخامس لدول جنوب المتوسط اللي هي فرنسا وايطاليا والبرتغال ومالطة وقبرص وأسبانيا الدول السبعة المتشاطئة في بحر المتوسط اللي اجتمعوا مع بعض يوم الجمعة وقالوا ان اردوغان يتحرش بقوبرص عبر احتلاله لشمال قوبرص والسفن التنقيب عن الغاز التركية بتعبث في منطقة شرق المتوسط الكلام ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن تهديد او رد من اردوغان على تهديد جالوا من دول جنوب المتوسط دول اوبرص واليونان ومالطة وغيره لكن في قرار محدد صدر من النيابة العامة القبرصية باعتقال طاقم ادارة سفينة التنقيب التركية عن الغاز في منطقة الحدود الاقتصادية القبرصية يبقى فيه قبرص تحركت اصدرت قرار اعتقال للطاقم اللي بيدير المركب التنقيب الدول السابعة اللي فيه جنوب المتوسط بتجتمع وبتطلق انذار لأردوغان النهر ده أردوغان برعورة شده بيقول احنا موجودين وثقف هنا موجودين الخريطة اللي عشان نشطع عليها هاي من بارح مش جاهزة ولا ايه 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 تمام كده تمام ادي ادي تركيا فوق اهيه تركيا فوق قدامنا شايفين وادي قبرص التركيا قبرص اليونانية يعني قبرص المحتلة من تركيا اللي هي المنطقة دي اه المنطقة اللي في اليمين وادي قبرص اليونانية اللي هي قبرص جمهورية قبرص هو محتل شمال قبرص القريبة من تركيا اهو وبيعبس في هذه المنطقة المنطقة دي بيعبس فيها اهيه المنطقة دي بيعبس فيها اردوغان اه دي منطقة من حق قبرص هو احتل قبرص وحط مصمار جوحاناك ادي الليبنان و ادي فلسطين و ادي غزة لها برضو في المجوى و ادي مصر احنا عملنا ترسيم الحدود مع قبرص و مع اليونان و وصلنا و الحمد لله الى حقوقنا و حقولنا و اراضينا و امورنا تمام فيه تحرش بمين؟ بقبرص محدش يجرؤ لاردوغان ولا جدود اردوغان يستطيع التحرش بالحقول المصرية ليه؟ ليه؟ مش عشان صوتنا عالي لا عشان عندنا قوات ردع يعلم اردوغان انها موجودة لحماية المقدرات الاقتصادية المصرية فاكرين فاكرين المصرال فاكرين التسليح فاكرين الغواصات فاكرين التربدات اللي احنا جدناها وكان البعض يقولك ليه؟ ده وقته اولويات وغيره وغيره الجماعة اصحاب الالسنة الطويلة والعقول القصيرة اللي ما بيفهموش قاعدوا لك دلوقتي الاجابة الغاز الاجابة تركية الاجابة المنطقة دي المنطقة الملغومة دي احنا قاعدين في مكان محاض بحزام ناري لو لم تكن لديك الجاهزية العسكرية والبحرية والجوية الكاملة والرؤية الواضحة احنا كنا ضيعنا من زمان احنا كنا ضيعنا من زمان احنا كنا ضيعنا من زمان كنا روحنا من زمان يعني انا مش قادر افهم ايه اللي ممكن كان يحصل لو ما كانش عندي التسليح القوي المخطط اللي الدولة قامت بيه مش لازم نشرح نقول للناس او مش لازم الدولة تشرح تقول للناس انا بقول جبنا المسرال عشان حكته عشان الغاز اللي بشايفينه والالسنة الطويلة الاردوغان والبلطاج التوركي الموجود في المنطقة وعشان الحوثي ايضا انا عندي بشكل واضح الحوثي اللي هو ايران بتدعمه وتركيا موجودين واحد عايز يهدد الملاحة في القناة سويس والتاني عايز يهدد حقول الغاز في المتواصل لذلك التسليح كان ما كانش رفاهية كان واجب وفرض عين وضرورة استراتيجية تصرحات اردوغان اللي كان بقولها من شوية واد الخريطة خريطة ملغومة والله خريطة ملغومة لمن لا يعلم لمن لا يعلم الوضع في مصر الحمد لله والشكر لله انه عندنا ناس عندنا رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه باصص شايف فاهم عنده وعي عنده قوة عنده امانة ابني سلح درب اقف على رجلك واجه ارضع كل هؤلاء وده اللي حصلت دلوقتي ارضعبك كان عندي سلاحي وعندي غواصاتي وعندي 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 عندك على نفسك من الآخر عندك على نفسك وان كنتو نسيتو الوجارة هاتو الدفاتر تنقرى زي ما بيقولوا في المثل ويرجع تاني شوف معركة قونية وشوف 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 كيف فعل الأجداد بالأجداد وان شاء الله انه غدا لنظري قريب نحن دولة مسالمة تدعو للسلام وتدعو للتعايش في سلم لكن الرضع مطلوب وكل من تسول له نفسه انه هو يقترب مجرد الاقتراب من مقدرات او حقوق الدولة المصرية الدولة المصرية ان شاء الله تقطع رعبته النسجل